سلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا شوبينج اقدير محبا بكم من جديد فيديو جديد واخيرا قلت عندي لكم الفيديو اللي سولتوني عليها بزاف فيديو تل مكينة لما شنوباليا عليها شمال ماركة واشم ماركة وجميع التساؤلات تلكم ان شاء الله سوف نجاوبكم عليها هاد النهار اول حاجة اللي اختيت هي الجي توري ستريم يعني دان البخار القارنتي في عشر سنين صراحة زوينة بزاف بعد ما قلت عليها وقلبت محلات بزاف قررت انني ناخدها على هاد الشكل كتجيب حالها كترواتي غواخ وهنا يرى الله جابوها لي البنت داك شي اللي شكنت بارتاجيها معاكم وكنك تشفها انا قلت عليها بزاف قلبت في غوشيخش هكا في يوتيوب قلبت في جوجل مهم قلت عليها مزيان لقيتها احسن حاجة لانها كتعقم خصوصا داك الوبسيون داك التعقيم عاجبني فيها بزاف من تقريبا من الاحلام ديالي كنت كنتمنى انها تكون عندي ماكينات الماء لانا كما كان عارفو كاملين بان ماكينات الماء كتعني بزاف هزالية بزاف ديال لهم سيخطوها درندان من كده بشاليكم عطي لهم ليزات هالية كم قولها شكرا وكلمت الشكر قليلة قليلة بزاف حقا هنا يلبنا ترني جبت المعلم اللي غيقات لي الماكينات ونسبة الله بخدوية اللي استعملت هما ببرودوية ديال فينيش سوى بنسبة الملحاة سوى البرودوية ديال الغسيل هذا ديال واناamba ديال ملمع ديال اواني هذا وما اللي بخدوية اللي استعملت ديال فينيش لانا هما احسن بروويت ممكن تستعملهم لما شين بوسك انها جديدة وهدا مبغاش ندلالي بخدوية المعلم يركب هذه الزعمة ويقوم بإنسطلاسيون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب ان تصدر المغرفة يجب ان تصدر المغرفة يجب ان تصدر المغرفة المغرفة يجب ان تحقم بحاجة هذه هي البلسة يجب أن نستخدم البخار لتحققهم لتحققهم لتحقق المصارحة لتحقق المصارحة لا يجب أن نستخدم بالنسبة لي من الضروريات الضر خاصة للمراخ الضر يجب أن يشارح لأنه يستفيد ولكنه لا يريد يجب أن يحشم لأنه يجب أن يكون بقية هذا هو الفلتر وهنا سوف نضيف الملح ونضيف الملح ونضيف الملح لتحقق الملح بالنسبة للملح لأول مرة يجب أن نضيف الملح ونضيف الملح والطريقة الصحية بالنسبة لفلتر يجب أن يكون اثنين كل أسبوع لتحقق الملح من أن تتحقق الملح ونضيف الملح ونضيف الملح أول استعمال الملح تحتاج كيلو تقريبا و شوية المنتجات التي استعملت هي منتوجات الفينيش يستعمل كيدو لأنها مصورة و مباركة لأنها قبل الملح تحتاج الابتين و منذ تحتاج الملح يستغرير في الابتين الملحة لا تدوش هنا من بعد ما كب الملحة انتم تشوفوا كيفاش كيكب المغيب شويو بالمهل احتى يحسبي صافي رابطتك تعمر وغادي يوقف اه مو يمع لحسب لاماشين دي لكم تومة حنا را تقريبا نزدد لنا شي ايطرو لان هذا كيز ايطرو هانتم ما كتشوفوا الماء في نحد دوقف هنا كنحاول نقرب لكم هذا البلاسة اللي بنات بالضبط هذا كي يدار في المول ميح كذلك غادي عمر لي هاد البلاسة اه بل هاد المول ميح هادا جيد زوجاج لي صراحة وعر 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 انا عود نشكر لكم في الزجاج عطينا لي كيكي خرج لي غادي نبرتاجي معكم ان شاء الله بالنسبة لكابسول انا درت هنا لكابسول مع انكم ممكن ديروا ليكيد كما كتعرفوا الحاجة كتكون جديدة وهذا كتكون يفرحانة بها كتبغي تديري اه كتبغي تديري هذا كتديري مسايلها وما هادوك على حقهم وطريقهم درت هادو اه لي كيكون هنا فيهم المول ميح فيهم تيد فيهم كل شي اه قلت انا احسن ندير شي حاجة مزيانة وقاليتي على انني ندير شي حاجة عادية لي تقدر تخرج ليها للماشين جيالي وانا يلا اخديتها مزيانة وفرحت بها حاجة واحدة لي غنوصيكم وانكم دائما لديكم شي حرم تشبتو بها اكيد غتوصلوا لي واحد من واحد النهار زمان شاء الله توصلوا الاحلام ديالكم كي انا ذا با بالنسبة للماشين ما نقدرش نعطي لكم بزاف المعلومات لانا كي كتلكم انا يلا كنستعملها يلا كنجربها بالنسبة لها هي بعدها تاكتيل والبروغرام ديالها كي الداخل هاتشي باش عجبان يعني هتا الدرالي ما يقدرش يخرب قوليا فيها ولا غادي بقاوه يقولوا زعمك كمون كتعرفوا الحاجة مكتجي جديدة لدار الدرالي دارو رمي ديرويد ديهم هنا كنوريكم لي بخوغرام اللي كانين كين اوتو كين انتونسيف كين ديليكا كين فرش كين ايكو تيربون اللي بخوغرام اللي كتقدرش تدري حاجي يعني كتقدرش يزيد فيها اللي بخوغرام أخرين لكانوا يعاجبينك و اللي عاجبني فيها واناكي كتقدرش تستعمليها بتتليفون قدري بتيماريه عغي بالتليفون ديالك المجرل تغواغ اللي انا جيت باش نشرح لكمي تغواغ التغواغ اللي اراكي ما شتو معايا في غي المعالق اللي كيددار في لماس الفرشي طاعة المغارف المجرد الثاني كتقدري اول حاجة تهبطيه وطلعي كي بغيتي على حسب ليس باس انتوما هنا هنه هبطو وسهلا في طلوع ديالا وسهلا في الهبوط ديالا غي كتبركو على ذوك البوطونات وانتوما كتدي بلاسيوها كيل تحت كيل فوق هنه قد غادي نجربه ضروري نشوف المعنى كي غا تخرجهم كي غا تشوفوا معي هنه جربت جبي بنات ديال الحريرة الكيسان ديال العاصر ومماركن ركا نجربه هنه زي مره مسخينه لا تستثهون كل شي هنه لطبقه التانية ضروري ما قا تستفه فهلا كي سان جبابا مسالي ما كتكونش فيها لعلو بزاف باش هكا تغسلهم وميجيش شي فوق شي انا باقي كان ارتكب الاغلاط فيها وهات شي عادي لان اول مرة غدي نستعملها كل مرة كان زيد نكتاشف وقلت ان شاء الله بغيت نتنديل لها داك البروغرام ديالي الساعة واي وحدة فيكم عندها تلاع ما احكي لجي كانتمنى انها تقولي داك البروغرام ديالي الساعة كي تديرلي وباش هكا نقدر نستعمل لان البروغرام ديالي ساعتين اللي بوطي يغبو هو اللي كنستعمل كما وريت لكم انشتوا لحالة ديال الكاس اكسبري وريتهم لكم باش هكا مني تنطيعوا باش شوفوا نتيجاتيالهم بالنسبة للناس اللي كيقولوا لك اللخز كيتغسلين المعنى وتحطيها فيهم لا ابنا ترى ما كان غسلش المعنى كتحطي دي غيل الماكلة زائدة يعني داك شي كيكون زائدة عندك يعني جبانيا اكيد ما تحطيها بديك الحريرة ديال هاو داك شي ولا جبابا عمرين ب عمرين بشلاضة وهذا وتحطيهم فيها رسي نورمال غاتحيدي داك شي غاتحيدي غير حاشاكم الازبال ولا داك شي الزائد اللي كيكون في لاماشين صافي هنا تغوا غاني عمرته اهم حاجة هنا غنشرحها لكم اللي كتشفتها أنا في الفيديو وضروري انني نقولها لكم تنتو ما بنسبة للناس المقبلين انهم يشريوا لاماشين هنا كتشوفوا واحد دقيبة رايقل داخل بالنسبة لديك تقيبة خذكم ضروري تدفعوا التغواة خذ تسمعوا ديك ترق إلا ما سمعتوهاش خذكم ضروري تسمعوها باش يلا داك التغواة غيدخل مزيان يعني هذي من الحاجات اللي استفت أنا في الفيديو ما كنت 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 تفرج فيهم مني كنت 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 تفرج فيهم كما قلت لكم ونا هذا كنت دير في خالبان بحل قوامل قدور داك شي الكبير ونشوف ولكن نقول لكم الحاجة صارة حتى اشتحاجت إينوكس كيكا تردها كتشق شق وكل ما غسلت فيها المعندي الإينوكس كل ما كتعجبني حطيت فيها مقالي خليت فيهم بالزيت كل شي هاد الشي مقاتوا لي صراحة تقلز ما شي كانش كراحيت صفي جبتها ولا لا النارى شوفوا واختكم كاتم ساحد البلسط واشتعرفوني بيلا ما بغيش هاد البلسط بقلوا مرونة ومسخة ميارة كتنقى بوحدها غيره كان لكم عارفي الحاجة جديدة كتكن بقي عزيزة وميهم انا رح تتقاعدك شي الكبير وضروري مني تحطو المعن تدوروا هاد الفرفارة كي تليكم يا لبنات ضروري تدوروا هاد الفرفارة باش هكام اللي كتغسلوا المعن ما تكونش تقدر بليكم المعنو هذا وكتقدر تخسر ليكم وكتكون شوية خطر على الماكينة عني ضغية غادي تكرفسوا عليها ميهم ركزوا لهاد المسألة هدي بززاف حاولت نبرتاجي معكم النصائح اللي تعلمت انا اللي خديتو من يوتيوب انا غادي ندير هاد البرودوي هادا هادا ديال الفينيش كوانتيوم صراحة رجلي نصحني بيه قال يولي تديري راهزوين صفيوا بما انا رجلي عنده ديرايف هاد الشي ديال اليكترو ما كانت نقش معاه وحتى بالنسبة شريان ديال هاد الشي ديال اليكترو كان خليليه هو يعني هناك نقولي شنو بغيته وكيمشي يجيب لك الشي اللي بغيته صفي هاد الطريقة اللي بنات تحاولو تزوها وتعوجوها وتخشيوها ما تخشيوهاش هكا عادية لا هاد اللي باستي يكون مخشيتو معادي ما كيت ترتقوش بالنسبة اللي كيد بالنسبة اللي كيدة اللي بنات را كان نوري لكم هنا الى كانوا المواعن ما موسخينش كتديروا درجة اللي لا اللي هي خمستاش كانوا موسخين كتديرو خمس وعشرين وهنا راد يجع ندرنا الملمي اللي غادي زي ما يقضي لنا وهذا والملمي اللي عاود اللي استعمل نعود نبرتاجي معكم باش هكا تستفدم زيان واكتر لانك اللي كتدوز لفيديو وما غاديش شوف هاد اللقطة هدي بتنسونيش انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالي ومرحبا بكم عندي في الانستغرام هناك نقول لكم را كبو حتى الماكس شتو صفي غادي نسدها البنات باش نوري لكم بروغرام اللي غادي نستعمل وكذلك هم نكون بارتاجيتها معاكم من ورا ان شاء الله ما تغسلات المعنى الغسلات ديالها هنا قبل ما تستعملوا هاش وقبل ما تغسل لكم اللي بنات ضروري ومؤكد انكم تعبروا عسر الماء شحال هو هنا انا رضيجا عبرتو وعرفت شحال هو غيكا نوري لكم باش انتم هكا تستفدوا خصوصا الناس اللي اللي غادي شروعوا اللي ماشين ديالهم كتزي واحد لكاس ديال اللي مو كتخشي فيه هذا هذا كيجي معدك الكتاب اللي كيجي مع الماكينة وكتعبري فينا هو عسر الماء ديالك بالنسبة لي انا جاتني 250 اللي هي اش اش تخوار على ما ادون انا هنبرتاجي معكم كيفاش غادي تبرغراميوها وكيفاش غادي تقدوها في الماكينة ديالكم باش المعنى ديالكم يخرجوا تشعلو وكيلمعو كيما كتشوفوا معي لبنات هاد تستوغ هاد هاد جي في جميع الماشين حاولوا غادي قلبوا في ذا الكوتاي بديالكم ورا غادي تلقو خشيتها في الماء وهنا كتبقوا بديروا بحال هاد العمالية هكا باش كتعرفي وش 375 وش 250 هاد درجة ديال عصر الماء لبنات ما تنسوني شو سلطوا هاد المرحلة الله يخليكم الله يرضي لكم ما تنسوني بلي لايك ديالكم داروري متش جعني بلي لايك ديالكم هنا كيف تستعمل ها كما قلت لكم هي تاكتيل وتاكتيل يدخل الداخل يعني مشي على برا هنا لبنات كن أري لكم هنا لبنات كتوركو على زر تشغيل مع دومي شارج في نفس الوقت باش كتريقل تتريقلي هاد عصر الماء بالنسبة ليا هم دي أش ثلاثة ولا بغيت تطلع ولا تخبطو كتدي لها دي بار دي فيغي لك تقدر ان كي تد بلا صي بهدا إما أش ربعة أش جوج أش واحد على حسب كما قلت لكم عصر الماء باش غادي نضبطو هاد عصر الماء كن بالنسبة وبنسبة لمعان كتديرو كتديرو زر تشغيل مع ميولتيج ميولتيج تالبنات وزر تشغيل باش كتضبطو بالنسبة ليا أنا مرأ لولا درت ال دو من بات جاوني كيسان شوي كو مضببين واللي بدرت التخوة جاوني كيسان هما هاد وكيش علو بالنسبة ليا أنا التخوة رقاد داني بالنسبة البطونات البروغرام دي لهم راها هو البنت كيما قلت لكم ما قدرش نعطيكم معلومات كافية على البروغرام أنا دا با كنستعمل هاد ايكو 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 في ثلاثة ثلاثة سوية ساعتين كيجيني بخاتيك باقي انقلب للبروغرام دي نساعة اللي عرفته فيكم تخلي علي في كومنت سين نورا أنا ان شاء الله غا دي نتلي شارجي غير كم عارفي المعرم دا الواحد ما كيساليش غن تلي شارجي ان شاء الله ونزيد و في البروغرام عندي في الماكينة صافي انفو تغسلو المعرم وهذا بغيت نوري لكم كيف يخرج الكيسان هنت وما شوفوا ما احلى هدي النتيجة كيخرج سخانين كيخرج الناشفين هزي من تم حطي هم نيشان في البلاكارات والله هي لبنات الى فلوس هحلى عالتير هك تهني 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 مبقاش في فلوس ها قد ما بقت في تمار اللي نضرب في رمضان و في غيم و خصوصا اليوتيوب مع تصوير مع المعن اللي كان حطوه بزاف وهذا ضروري لعونك في المعن عثرة كان بقى وقفة ثلاثة ساعتين ونص ونهار كامل وانا كنغسل وفي الآخر كان تغلب ونخلي شي شي خصوصا فرمضان ولكن دابا مع الغسلة لك نحيد ونستفهم ونعود ندير الغسلة الثانية غي ضرورية كما مشتو ان دائما الحاجة تخلي مقلوبين شوفوا لي هاد المعال كيف اجدلين شوفوا يا اللي ما واشتقدر يديرها زيما بالمعن تغسلي غير عادي والله ما تديريها زيما شي حاجة الحمد الله حمدك يا ربي وشكرتك انني جبتها في الوقت المناسب والحمد الله كما قلت لكم استمروا على الاحلام ديالكم ما تيقسوش والله وخندوز فيهم عام عام ميوم اخيرا غدي نشر الحاجة لقوبة الطموبي لدك والحلم ديالي الاخر لسنة بقي نحقق ان شاء الله معكم غدي نحقق الاحلام ديالي نشكركم بزف على تشجيعات ديالكم وكذلك اللايكات ديالكم واي حاجة كتقولوا شي كلي ما فحقي زوين نقول لكم شكرا والله يخليكم اليوم وان شاء الله رمضان كريم والله يدخلوا عليكم ان شاء الله بصحة والسلامة والهنا وكذلك ما تتمنوا وتنسوش اللايك ديالكم كي هموني بزف وكذلك تعليق ديالكم كان بغيكم وخليكم للفيديو المجي ان شاء الله وانتلقوا